موسيقى نستطيف من خلاله الأذيبة والأستاذة دليلة حياوي هذا اللقاء الذي سيقربنا أكثر من هذه الأستاذة هذه الكاتبة هذه المبدعة مرحبا بكم مرة أخرى ومرحبا بك الأستاذة دليلة مرحبا بالمشاهد الكرام وشاكرة جدا وجد ممتنة لهذه التوطئة الجميلة من أناس غلدوا بموطن الجمال مدينة زاقورة نعم بداية يمكن أن تعطينا ارتساماتك حول مشاركتك في الدورة العاشرة لمهرجان الفيلم الوثائق بزاقورة كان من المفروض أن أحل في زاقورة السنة الماضية لكن بسبب قيودات جائحة الكورونا وإصابة للمرة الثالثة تعذر علي الحضور وتعذرت علي المشاركة لكن هذه السنة أعانق زاقورة في حلة عضو لجنة التحكيم وهذا بالنسبة لي تكليف قبل أن يكون تشريفا لأنه ليس من السهل أن يعني أن 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 يتم لا أقول انتقاء لكن أن يتم تحليل ودراسة مجموعة جد مميزة من الأفلام التي حل مخرجوها وحل فنانوها يعني ضيوفا على هذه المدينة المعطاء نعم الأستاذة دليلا أنت كاتبة وشاعرة وأستاذة للغة وثقافة العربية بإيطاليا هجرت إلى إيطاليا منذ ما يقارب عقدين من الزمن لكن استطعت أن تندمجي بسرعة كبيرة داخل المجتمع الأوروبي يعني كيف استطعت أو ما هي العوامل التي ساعدتك على هذا الاندماج أولا وتنين كيف استطعت أن تحافظ على هويتك المغربية الأصيلة داخل المجتمع الأوروبي وكيف استطعت أن تزاوج بين الثقافة العربية المغربية وبين الثقافة الإيطالية الغربية في إيطاليا الجميلة أيضا بدورها اللغة العربية لم تكن يعني قاصرة على حضور مثلا المهاجرين بها اللغة العربية لم تنقطع من إيطاليا بعد سقوط الأندلس لأن فورا سقوط الأندلس أو بعد بعيدة سقوط غرناطة مدينة بولونيا بإيطاليا أدرجت اللغة العربية كلغة للبحث العلمي كما هو الحال أن مثلا باللغة الإنجليزية من أراد أن يعتلى المراتب العليا فيدرس ينغميس في الدراسة باللغة الإنجليزية فإيطاليا جعلت اللغة العربية لغة البحث العلمي فظلت ما بين مدينة بولونيا ومدينة نابولي بجامعة لوريينتالي لذلك لذلك كانت اللغة العربية حاضرة طبعا بعد حضور أيضا المهاجرين صار لزاما على بعض الفئات المعينة من المجتمع الإيطالي التعاطي مع اللغة العربية وتعلم اللغة العربية وأقصد الشرطة الجيش بعض المعلمين أيضا الذين يتوجدون في مدارس بها جاليات فمثل يجب صارت اللغة العربية لغة للطرقيات اللغة العربية اللغة الرومانية واللغة الصينية فعندما أنا أتيت إلى إيطاليا لم أكن أزاحم الإيطاليين في قوتهم لربما هذا كان مفتاحا ربما ليحتضنني المجتمع الإيطالي يعني كان لي الفخر أنني عندما درست بالجامعة الدولية بإيطاليا أنها فتحت لأبواب كل المنازل الإيطالية لأنهم أرادوا تعليم أو تلقين اللغة العربية والثقافة العربية من خلال التلفزيون أول انفتاح لتلفزيون الإيطالي على لغة أجنبية كان باللغة العربية وكان لي شرف أن أجعل ذلك المفتاح من خلال ثقافتنا المغربية يعني ثم أيضا حلة الشاعرة وحلة الكاتبة أيضا فتحت للأذرع الإيطالية وكما أقول يعني الإيطاليون يشعرون بأننا منهم ومعهم أمس المغرب فاز إيطاليا لم تشارك في كأس العالم لكن كل الإيطاليين الذين أعرف كانوا يشجعون المنتخب المغربي مع أن بلجيكا أقرب لهم جغرافيا لكن ذلك الحوض الساحر الحوض المتوسط يؤلف فيما بيننا ويقرب فيما بيننا نعم نعم فعلا كما قلت الأستاذ دليلا الحوض المتوسط يجمعنا لكن تجمعنا كذلك التقاف وأنتم صفراء للتقاف العربية المغربية في الأراضي الإيطالية نعلم الأستاذ دليلا أن صفرك وهجرتك إلى إيطاليا لم تكن بدافع اقتصادي وأنت التي بصمت انطلاقة أدبية من المغرب ومن مدينة مراكش بالضبط المراكش الجميلة هل لا حدتنا عن السبب الذي دفعك إلى الهجرة إلى إيطاليا وكما قلت أنه ليس بدافع اقتصادي بالأساس صراحة كنت يعني كانت هناك ضروف ربما نفسية كنت أحاول فيها إثبات وجودي محلقة بأجنحتي الشخصية يعني دون أن أكون يعني ابنة فلان أو ابنة فلانة أو أخت فلان أو علان يعني أن أخذ مسار للحياة وحدي في تحدي يعني للمحيط يعني حتى أنا من المفروض كان أن أذهب إلى فرنسا لأنني أنا موظفة أممية بالأمم المتحدة كان من المفروض أن أذهب إلى فرنسا لكنني أثرت إيطاليا ولو أنني كنت لأوجيد اللغة أردت أن أخذ هذه التجربة وأثبت ربما لنفسي قبل أن أثبت للآخرين بأن المرأة المغربية مرأة بين قوسين يعول عليها بأنها مرأة تنحط في الصخر بأنها مرأة يمكن أن لا أقول أن تصنع مجدا لكن يمكن أن تكتب بعض المجد لكن بعرق جبينها وفي بلدان لا تتحدث لغتها نعم هذا طبعا شرف للمرأة المغربية أن تثبت وجودها وأن تثبت ذاتها وأن تحافظ على هويتها داخل الدول الغربية وشرف للمرأة المغربية وللإنسان المغربي ككل سؤال أخير الأستاذ دليلا كيف هو حال أدب المهجر أدب المهجر مع الأسف عندما نقول أدب المهجر الجميع يفكر في ميخايل نعيمة في جبران يعني على الرأس والعين لكنه أدب المهجر الذي ربما لفترة عاشت فيها جدة والدتي الآن المهجر الزاخر بالأقلام العربية بالأقلام المغربية بالأقلام خاصة يعني ربما المشاكل التي تحدث في جنوب المتوسط وفي شرقه أيضا ربما الهجرات من سوريا من لبنان من فلسطين من شمال أفريقيا ككل خلقت موجة أدبية فعلا الزاخرة بشتة بشتة التلاوين الأدبية وأيضا الفنية يعني الفن أيضا حاضر بالفن التشكيلي النحط وغيره لكن لا أدري لماذا لا تتح لهم الفرص وحتى عندما يُعرض مثلا عندما يُنظم مثلا معرض الكتاب فلأتحدث عن معرض الدار البيضاء للكتاب يتم هنا انتقاء مثلا المهاجر الناتقة بالفرنسية دون غيرها قل ما يتم الانتباه بأن مثلا في إسبانيا 700 ألف مهاجر مغربي في إيطاليا 750 ألف مهاجر مغربي يتم فقط النظر ربما لمن يكتبون باللغة الفرنسية وهذا أنا يعني كان قد حدث يعني شبه مشكل مرة في معرض الكتاب الدولي كنت سأتحدث عن الكتاب باللغة الأم في المهجر فسيدة التي كانت ستصير أمسية طلبت أن أتكلم بالفرنسية لماذا قلت لأنها اللغة التي أوجد أنا قلت لها أنا أكتب باللغة العربية في المهجر سأتكلم باللغة العربية قلت لي أنا لا أوجدها أنا سأتكلم بالفرنسية قلت لها وأنا سأتكلم بالإيطاليا لأنها ليس كلنا ربائب فرنسا يعني هناك مغاربة أيضا من دول أخرى ويكتبون ربما بلغة الدولة المضيفة ولا ربما يكتبون أيضا بلغتهم الأم لكن مع الأسف لا تتم الالتفات إليهم ولذلك أنا أحرس من خلال صالوني الأذبي جنان أرجانا وهو صالون عمره أكثر من عشرين سنة كلما اشتقت إلى مغربي أحمل أدباء إيطاليا وفنانيها وآتي إلى مغربي لأنه والدي والوالد لا ننتظر أن يدعونا الوالد كلما اشتقنا إليه نترك بابه ونقول نحن هنا إذن شكرا مرة أخرى أستاذة دليلة حياوي رمز المرأة الأدبية التي أثبتت وجودها ببلاد المهجر وهي رمز للمرأة المغربية الأديبة والكاتبة والمعتزة يعني بمغربيتها وبهويتها الثقافية شكرا لك مرة أخرى شكرا شكرا لكم وإن شاء الله مزيد من التقدم ومزيد من المحبة ومزيد من جسور هذا التقارب الإنساني الذي تقلقونه هنا في زاقورة تحياتي لكم جميعا والمحبات الدائمة لا تنسوا تقوموا وفلاشتين وتأكسفوا الجرس لكي يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم ترجمة نانسي قنقر